اشتركوا في القناة بالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كتب ونسلط ضوءا في الراصد مرحبا بكم جديد مشاهدين الكرام نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة شيخ محمد صالح المنجد شيخ محمد السؤال قبل هذا الفاصل حول ما يتعلق بتأثير العاطفة على دين الإنسان فهل فعلا يمكن أن تؤثر هذه العاطفة على دين الإنسان ممكن تؤثر عليه سلبيا كيف كما يمكن أن تؤثر عليه إيجابيا شوف عمر رضي الله عنه لما ضرب أخته في القصة المشهورة وطار القرط وجرح ونزل الدم وانكسرت نفسه وبعين أسلم كان سبب إسلامي موقف عاطفي الموقف العاطفي قد ينعكس وتصير العاطفة مؤثرة سلبا مثل يعني عمران بن حطان هذا الرجل كان من كبار العباد كان من أهل السنة فسمع بامرأة حسنة جميلة وكانت على مذهب الخوارج وهو كان دميم الشكل وهي كانت من أجمل الناس وجها فيعني قال لعلي إذا توزوجتها أن أردها إلى السنة نعم أستصلحها فلما تزوجها ارتد معها إلى مذهبها كما قال بكثير بداية ونهاية إيش اللي صار الآن أنه خلص العلاقة الزوجية العاطفية هذه أثرت فيه والمرأة سحبته معها العاطفة أحيانا يعني ممكن تستغل في كشف الحق شوف يعني حسب ما توجه العاطفة مثل ما جاء في قصة المرأتين مع نبي الله داود وسليمان كانت امرأتان معها ابناهما جاء فذهب بابن إحداهما فالكبرى أخذت الولد الباقي وجاء اختصمت فيه إلى داود وكل عادي تقول الذئب ذهب بابنك والأخرى تقول إنما ذهب بابنك فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى قد يكون بناء على قاعدة الأصل أن الشيء لمن هو بيده أنه جاءت به الكبرى مثلا نعم وما تبين له حكى اشتهد خرجت من عنده مرة على سليمان عليه السلام سأله ما قضية فأخبرته قال لحظة ايتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها خلص فقضى به للصغرى رأى المخالي مسلم فإذن هو استثار العاطفة منقف هذا ايتوني بالسكين أشقه بينكما فتكلمت الأم الحقيقية وقال خلص تاخذوا يعني يسلم ولدي وهو عند خالته أحسن من أن يروح الولد صحيح فالعاطفة ممكن فعلا تكون سببا في أحيانا إظهار الحق طيب شيخ أيضا هل من ممكن ربما حتى في ثناء حديث ذكرت أنه ممكن أن يستغل في البعض في الدعوة أحيانا قد يسم في الدعوة إلى الله عز وجل هل ممكن العاطفة أيضا تكون سبب في هداية الإنسان في دلالة أو في الدلالة إلى طريق المستقيم طبعا نذكرنا في قصة عمر وفي قصة أخرى لعمر رضي الله عنه قالت ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة كان عمر بن خطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا يعني كان يؤذي المسلمين في مكة قبل أن يسلم رضي الله عنه نعم تقول فلما تهيئنا للخروج إلى أرض الحبشة شوفوا سبحان الله صار كم موقف مؤثر عاطفي أمام عمر يعني يعني قاده إلى شيء ما قالت فلما تهيئنا الخروج إلى أرض الحبشة يعني من للإضطهاد والإيذاء خلاص بيطلع من البلد جاءني عمر بن خطاب وأنا على بعيري أريد أن أتوجه فهو شاف كذا وحد يعني حملين أغراضهم ناس على الهوث قال إلى أين يا أم عبد الله فقلت آذيتمون في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله نعم أنا عمر ترى تأثر موقف هذا فقال صاحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا فجاء زوجي عامر بن ربيعة رضي الله عنه فأخبرت بما رأيت من رقة عمر طبعا عمر كان يؤذي المسلمين فقال عامر بناء على سجل عمر السابق أطمعت في إسلامه قلت نعم لا لا والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب يعني حمار أبيه لما كان يرى من غرضته وقسوته على الإسلام والقصة في المعجب الكبير الطبراني في سيرة بن شام فإذا حصلت مواقف أحيانا تصير أشياء يقدر الله أشياء عاطفية تؤثر وتوجه الواحد نحو الحق ترجمة نانسي قنقر